سنة ١١٢٢ تم فك وموز حاجة رشيد على ايد العالم الفرنسي شامبليون دخل العالم كله يعرف التبييخ المصري يعرفوا ان كان فيه فرعنا كانوا بيحكموا مصر سنة ١١٢٢ تم اكتشاف مقبرة توت عن خامون بوادي الملوك وان المقبرة كانت سليمة وكانت كاملة نسبيا هنتكلم النهاردة عن قصة مقبرة توت عن خامون وبنسبة ١٠٠ سنة على اكتشافها فقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشيب على قد ما تقضب يلا بينا عشان نبتدي الحلقة ويلا بينا تعد مقبرة الملك توت عن خامون من الاصرة ١٨ اللي كان لها زاد شهرة عالمية لان المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك اللي تم اكتشاف محتوياتها ان هي كانت سليمة وكاملة نسبياً وكان اكتشاف المقبرة دي اللي تم في سنة ١٩٢٢ قبل هاورد كارتب اللي قدل كده ان هو احتل العنوين الرئيسية في الصحف العالمية في نفس الوقت ظهر التحف الزهبية وغيبها من القطع الاسابية الفاخرة اللي اكتشفت في المقبرة ان هي تعطبق مقبرة ٢٠٢ عن خامون وكنزها ايقونة المسو لا يزال اكتشافها من احد اهم الاكتشافات الاسابية لغاية دلوقتي مرغم من كده من صورتها المخيفة فان المقبرة ٢٢ عن خامون وقم ٢٢ في ودي الملوك متواضع للغاية من ناحية الحجم والتصميم المعمابي مقارنة بالمقابر الثانية في نفس الموقع بسبب ان ٢٠ عن خامون وصل للعرش في هو كان سنه صغير وحكم لمدة ٩ سنين جدوان حجرة الدفن اللي كان تحمل عليه مناظب على عكس معظم المقابر الملكية السابقة وملاحقاتها اللي تم تزيينها بشكل غني مثل ايمي دواتن او كتاب البوابات اللي كان من الغبض منه مساعدة الملك المتوفي ان هو يصل الى العالم الاخر ان هم بسموا منظر واحد بس من كتاب ايمي دواتن في مقبرة ٢٠ عن خامون اما باقي المنظر في المقبرة تصور منظر الجنازة او ٢٠ عن خامون يصاحب العديد من المعبودات خرجت لينا المزيد من التكاؤنات حول الحجم الصغير لمقبرة ٢٠ عن خامون المقبرة ٢٦ لما خليفة القائد الكباب اي يموت بيتم دفنه في المقبرة المقبرة ٢٣ من المحتمل ان كانت في الاصل مخصصة لتوت عن خامون لكن هي ما كملتش في وقت وفاة الملك الشاب هي نفس الحجة لطالد مقبرة خليفة لأي قائد او الملك هو محب المقبرة ٢٧ ايضا اذا كان الامر فمش واضح الى نحت مقبرة ٢٠ عن خامون المقبرة ٢٦ تاني لكن هي تقالت ان هي موجودة بالفعل وان المقبرة دي كانت خاصة او منطقة تخزين اللي وصعوها بعد كده عشان يستقبلوا ممياء الملك اي كان السبب ان كان الحجم الصغير للمقبرة اللي تضم حوال ٣٥٠٠ قطعة اسابية اللي كانت مجمعة باحكام شديد ان الكطعة دي متعاكس نعمة الحياة في القصر الملكي وتشمل الاشياء دي ان كان بيستخدمها ٢٠ عن خامون في حياته اليومية زي الملابس والمجرهات ومستخدوات التجميل والبخوب والعفش والكباسي والالعاب والاواني اللي كانت مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد والمبكبات والاسلحة وغبها كتيب ومن الفرق العظيم في التابيخ ان الملك الصغير بتوت عن خامون تم محو اسمه من تابيخ مصر القديمة لانه كان موطبط بالملك اخناتون اللي مكانش محظوظ بشعبياتي بسبب انكلابه الديني قد تجاوزت شهرتي حاليا العديد من اعظم ملوك مصر القديمة